السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بص هي فكرة الكلام عن ستيفان شعراوي لها اكتر من جانب ولكن اهم جانبين في القصة الاول فيهم هو ايه قصة ربط ستيفان شعراوي بمصر ودي مفيش اسهل منها لان كل القصة ان والده مصري وسافر على ايطاليا وتجوز والدة ستيفان اللي كانت سويسرية ومعاه الجنسية الايطالية والكلام ده مع مولد ستيفان في ايطاليا اكد ان كلهم معهم الجنسية الايطالية ولكن الاب من اصل مصري والأم من أصل السوسرية وده كان الجانب الأول أما بقى الجانب الثاني واللي هو إحنا أصلا جاين نتكلم عليه هو الجانب الكاروي الجانب اللي فيه بطر حلقتنا من أنجح اللعبة في كورت القدم حول العالم اللي يقدر بكل سولة يحيارك كمتابع يعني مرة هتلاقي بيلعب في ميلا ومكسر الدنيا ومرة تانية تلاقي بيلعب في الصين والحقيقة موضوع الحيرة ده هو السبب الأكبر في اختيارنا لسرد قصة المصر الأصل والإطالة الجنسية ستيفان شعراوي ستيفان شعراوي كان موليد إيطاليا سنة 92 ولكن طبعا زي ما كنا نعرفين أنه ابن الأب مصري وأم سيسرية معلين المهم بدأت شعراوي كانت في ناشئ نادي اللي جونه سنة 2001 واستمر في التدارج مع مراحل الناشئين لحد سنة 2006 السنة اللي فيها يتم العسور عليه من كشفين نادي جنوة اللي طبعا صممه على انضمام صاحب اللي 14 عام وفعلا يتم صفقة انضمام الناشئ اللي بعد أقل من سنتين قدر يعمل أداء رائع أداء بيه أكبر الإدارة على عبود اسمه على الفريق الأول وفعلا بعد ما ظهر ده وليالة في المباراة وحيدة في مسم 2007-2008 يجي في مسم 2008-2009 ياخد فرصة أكبر وهو حرفيا استغلها بكل المقاييس الفرصة اللي تلقصت في ظهور ما بين الفريق الأول والسكنتين في 21 مباراة قدر يسجل فيهم سبع أهداف وبيهم يفوز مع فريق تحت السن بكاس إيطاليا وده مهم ولكن الأهم ببقى كان في استدعاءه للمنتخف بطولة أوروبا تحت 17 سنة البطولة اللي فيها صنعته هدف الفوز على فرنسا تخليه أحد أهم أسباب وصول المنتخب لمهاجئة ألمانيا في سنة فرنها للبطولة ولكن ساعتها الماكينات تفوز بسنائية وطبعا الفايدة الوحيدة في التجربة دي كانت النشاروه بعد النوم للتشكيل المثالي في البطولة بالضافة طبعا للأداء اللي يقدمه على مدار المهوسم ما بين الفريق والمنتخب كان صعب جدا ما يلعبش أساسي وفعلا موسم 2009-2010 يظهر استيفان بشكل أكبر وقدر يشارك ما بين المرحلتين في 28 مباراة سجل فيهم 13 هدف وبهم كان حرفيا أحد أهم أسباب فوز مرحلة تحت السن بالكاس المحلي وكمان كان هدف البطولة ويكمل أن يكون نفس المرحلة الفوز بالصبر المحلي وخصوصا بعد تسجيله سنية وده شيء جميل ولكن المفاجأة بقى كان في الموسم اللي بعده الموسم اللي هو فيه لقي نفسه موجود مع المرحلتين وطبعا الكلام ده معناه أن فرصته في المشاركة مع الفريق الأول هتكون أقلب كتير وده اللي خلى النادي يوافق على خروج وإعارة لنادي بادوف النادي لستيفان ما أخدش وقت عشان ينساجل معهم وبسرعة أصبح عنصر أساسي في الفريق وساعتها شارك على مدر الموسم في 30 مباراة سجل فيهم تساء عداف وصنع اتنين وبهم قادر الفريق لمرحلة البلاي أوف واللي في حالة الفوز فيها يصعد الفريق للسرية إيه ولكن ساعتها على الرغم من تسجيله هدفين لأن فريقه يخسر فرصة الصعود وبعدا عن كل ده فلا ينسى أن نتيجة الأداء اللي قدمه شعراوي يتم اختياره كأفضل لعب في السرية به والكلام ده كانت دافعها الأكبر لعرض الأملاك الإيطالي اسمييلان النادي اللي دافع أكتر من 20 مليون يورو مقابل انضمام أحد أهم المواف في أوروبا وفعلا تتم الصفقة وموسم 2011-2012 يكون الأول له في البيج ميلان الموسم اللي هو فيه شارك في 29 مباراة أغلبهم كان بديل ولكنه ساعتها نجح في تسجيل 4 هدف وصنعها لتلاتة وساعتها كان موجود في تتوجي الفريق بالصبر المحلي وده طبعا مهم ولكن الأهم بقى كان في الموسم اللي بعده الموسم اللي فيه شعراوي انفجر حرفية لدرجة انه شارك في 46 مباراة سجل فيهم 19 هدف وصنع 7 أيوة صاحب العشرين عام ساهم في 26 هدف على مدار الموسم وده اللي بيه استفان صنع تاريخ شخصي له وخصوصا بقى تسجيل هدف على زينة الروسي الهدف اللي بيه اصبح اصغر لعب في التاريخ يسجل لي ميلا في دورة الابطال وكمان بعدها يفوز بجازة افضل لعب صاعد في السرية ايه ويكمالا يفوز بجازة الكرة الفردية من الانتحاد الدولي للكورت القدم والكلام ده مع انضمامل المنتخب في كاسر الكارات واللي فيها نجح للمنتخب الايطالي في احتلال المركز التالت بيها يكتمل احد اجمل الموسمة على ستيفان شعراوي اللعب اللي في الموسم اللي بعده حصل مالة على البال ولا على الخاطر وهي اصابته بكسر في المشت واللي كان فيها تدخل جراحي اكتر من مرة بسبب الاخطاء الطبية والنتيجة تكون غيابه اكتر من سبع شهور وساعتها وجوده مع الفريق اتلخص في 11 مباراة سجل فيهم هدف وحيد ولا استنى لسوق الحظ استمر معه في الموسم اللي بعده وخصوصا لما تكررت نفس الاصابة واللي برضو تسببت في غيابه 3 شهور ولكن المرة دي بعد التعافي من الاصابة إذر يرجع لجزء كبير من المستوى وساعتها على مدار 19 مباراة اللي شارك فيهم قدر يسجل 3 اهداف ويصنع زيهم ولكن لو تكلمنا عن اهم لقطة له في الموسم ده بالتأكيد مش هكون في اهم من هدف ضد سامبادوريا والاهم هنا مش بس لجمال الهدف لأ ده كمان عشان احتفال شعراوي اللي كان مؤثر جدا وصل للبكاء وده كان سببه ان الهدف ده كان اول هدف له في الدور الايطالي بعد غياب 622 يوم يعني تقريبا 21 شهر وطبعا ساعتها النادي يكرر يكافؤه ووافق على اعارة موناكو النادي اللي شعراوي قادم على الدور الاول من الموسم وبعد العودة وقبل بداية الدور التاني يخرج اعارة تانية ولكن المرة دي النادي روما والنتيجة انه على مدار الموسم قدر يشارك مبين الفريقين في 42 مباراة سجل فيهم 11 هدف وصنع 3 ولكن اغلابهم كان مع روما وده اللي خلى نادي العاصمة يدفع 13 مليون يورو مقابل انضمام صاحب الـ 24 عام وفعلا تتم الصفقة ويبدأ شعراوي الموسم بواحدة من افضل اداءاته الجماعية على مدار مسيرته لدرجة انه شارك في 44 مباراة سجل فيه 12 هدف وصنع 9 وطبعا لو اتكلمنا عن اجمل لقطة له في الموسم بالتأكيد مش هيكون في اجمل من هدف الرئيق على الشيلسي في دور الابطال الهدف اللي بالاضافة لجماله تسجل بعد 40 ثانية فقط واللي بيه اصبح واحد من اسرع الاهداف في تاريخ البطولة وعلى نفس خطة التقلق شعراوي يبدأ موسم 2018-2019 بالمشاركة في 6 واربعين مباراة وعلى الرغم من الاسابات اللي انه قدر يسجل فيهم 15 هدف وصنع 9 ولكن على الرغم من انه كان ماشي كويس مع الفريق اللي انه فاجئ الجميع مع نهاية الموسم بقبول عرض نادي شانجاي جرينلند الصيني النادي اللي دافع 16 مليون يورو مقابل انضمام صاحب الـ 27 عام وفعلا يتم انضمامه ويقدم معهم الفترة من يوليو 2019 لحد يناير 2021 بالمشاركة في اجمال 19 مباراة سجل فيهم 4 عداف وصنع 3 وفاز معهم بالكاس المحلي وبعدهم مع نهاية فاطرته مع النادي يكرر العودة مرة تانية لإيطاليا وبرضو تكون عن طريق روما وبعد العودة يكمل الدور التاني مع روما بأداء تصعودي اتجاه الافضل طبعا وده اللي بيه نروح لموسم 2021-2022 اللي موسم اللي فيه شعراوي يشارك في 36 مباراة سجل فيهم 7 عداف وصنع الثامن وده كان واقع جدا اللي لعب كان واخد على أجواء الدور الصيني وفجأة يرجع للدور اللي طالي وكمان كل الكلام ده تحت كاس مدارب زي مورينيو المدارب اللي كان كل اعتماده على طوم إبراهام اللي كان خطفه في الخطوة الأخيرة في اتجاه برشلونا ولكن لا ينسى ان تسجيل ستيفان 3 عداف وصناعته الرابع في دور المؤتمر الأوروبي تخلي واحد من أهم أسباب تتوجي الفريق بالبطولة واللي بالمناسبة بها مورينيو أصبح المدارب الوحيد في التاريخ اللي يقدر يفوسبه كل البطولات الأوروبية مع الانديه معلينا المهم نروح لشعراوي اللعب اللي في موسم 2022-2023 مشارك إلى الآن في 26 مباراة مسجل فيهم 3 أهداف وصنع الرابع ولكن طبعا زي ما دائما بنقول ومع اقترابه لسن 31 سنة أكيد مش هيكون في الإمكان أفضل من مكان وده اللي بيه نروح لأرقامه اللي هتكون إلى وقت عديد الفيديو واللي هتتلخص في المشاركة مع الانديه في أكتر من 443 مباراة سجل فيهم أكتر من 115 هدف وصنع برضو أكتر من 48 وفاس فيهم بتلب بطولات محلية تحت السن مع جنوة بالإضافة للكسل المحلي في الصين وطبعا الأهم والأغلى وفوزه بدور المؤتمر الأوروبي مع روما وده مع الانديه أما بقى لو رحنا لمشاركات مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في 65 مباراة سجل فيهم 16 هدف وبس يا سيدو بكده نكون وصلنا لها الفيديو طبعا العجب الفيديو ما ساشتعمل لايك طولة لها بقى تحبينتك العاملين للفيديو الجاي السلام